أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد العاطي أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وسبل دفع أوله التعاون بين مصر والسعودية على مختلف الأصعد وتناول الاتصال التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتطرفة ونهج الاغتيالات الذي تتبنى حيث شدد وزير الخارجية والهجرة على أهمية وقف التصعيد الجاري وضرورة الطلاع القوى الدولية القبرى على رأسها الولايات المتحدة بدورها ومسؤولياتها في وقف وطيرة هذا التصعيد كما ناقش وزير الخارجية البهودة الجادة والحثيثة التي تبدلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية وإيقاف الصراع الدائر هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان الشقيق وسيادته وذلك من خلال العمل المشترق على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية